السلام عليكم اهلا بكم في قناة كروشي كافي في درس النهاردة ان شاء الله هنتعلم التزايد والتناقص في غرز الكروشي هنبتدي الاول بالتزايد التزايد معناه بالانجلش والاختصار بتاعه في الباترونات الانجلش المكتوبة بيبقى INC التزايد ده بنستخدمه لما نحب ان احنا نوسع في الغرز او نزود في حجم القطعة اللي احنا بنشتغل فيها وبيبقى الفكرة بتاعته عبارة عن ان انا بدل ما بشتغل في الغرزة الوحدة غرزة كروشي واحدة بشتغل بزود عليها غرزة كمان يعني في غرزة الكروشي الوحدة بشتغل غرزتين بدل غرزة واحدة فهنبتدي نشوف اول مثال هنا معنا عن التزايد في غرزة الحشو انا هنا اشتغلت قطعة من غرز الحشو وهبتدي اني ارتفع ونشوف مع بعض التزايد في السطر اللي بعدي هو طبعا يعني مش لازم ان انت تزاودي في السطر كله انت بتزاودي على حسب ما الباترون بيقولك فمثلا لو الباترون قالك اعملي انكريز مثلا في الغرزة التانية او التالتة فعلى طول تعرفي ان معناه ان انت تشتغلي غرزتين في الغرزة الوحدة لكن انا هنا طبعا هعمل انكريز او هعمل تزايد في السطر كله عشان تبقى الفكرة واضحة اكتر فهبتدي اشتغل في اول غرزة هشتغل غرزة حشو عادية خالص وفي نفس الغرزة هشتغل غرزة كمان اوكي كده انا عملت في الغرزة الوحدة برضو نفس الطريقة في الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو عادية وفي نفس الغرزة هشتغل غرزة حشو كمان اوكي فهو ده معنى ان انا في الغرزة الوحدة بدل ما بدخل فيها بغرزة واحدة بس لا بشتغل الغرزة العادية بتاعتي وبزود عليها غرزة كمان اللي بعدها كده واحد وفي نفس الغرزة هشتغل واحدة كمان اوكي نفس الغرزة هشتغل واحدة كمان شايفين بدأت القطعة حجمها يزيد معايا نتيجة ان انا اشتغلت في كل في الغرزة الواحدة بدل ما ادخل فيها بغرزة واحدة لأ زودت عليها غرزة كمان هبتزيكمل للاخر عشان تشوفوا ان التزايد في الغرز بيزود لي في حجم القطعة اللي بشتغلها شايفين في نفس الغرزة بشتغل فيها غرزة زيادة كمان بدل ما تبقى غرزة واحدة بيبقوا غرزتين في نفس الغرزة اوكي شايفين القطعة من فوق خادت كيرف كده ده نتيجة ان الغرز زادت فانا طبعا انا كنت بدأة بتمن غرز حشو المفروض ان انا بعد ما دخلت في كل غرزة دخلت باتنين غرزة يبقوا ستاشر فحبتدي عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر مزبوط كده ده نتيجة ان انا دخلت في كل غرزة من الثمن غرز بغرزتين فبالتالي القطعة بدأت ان هي تزيد حجمها يزيد معاية وزاد عدد الغرز ده بالنسبة للتزايد في غرزة الحشو دلوقتي هنشوف مع بعض التناقص في غرزة الحشو والتناقص اسمه بالانجليش ديكريس والاختصار بتاعه في الباترونات الانجليش المكتوبة بيبقى دي اي سي فلما الباترون يقول لي اعملي ديكريس في اي غرزة هو يعني يحددها لي ده معناه ان انا هشتغل الغرزتين في غرزة واحدة او هاختصر الغرزتين بتوع الكروشي هنقصهم اخليهم يبقوا غرزة واحدة ففيه عندي ايه طرقتين للتناقص فيه التناقص العادي اللي هنشوفهم مع بعض دلوقتي وفيه التناقص ايه الخفي او التناقص المخفي واسمه انفيزابول ديكريس فحنشوف الاول التناقص ايه العادي وبعد كده نشوف التناقص الخفي ونعرف الفرق ما بينهم هبتدي الاول بالتناقص العادي لو مثلا الباترون قال لي اعمل او تناقص في الغرزة مثلا التانية والتالتة او التالتة او الرابعة ايا كان بس انا هشتغلها فيه السطر كله عشان اه تبقى الفكرة اوضح فحبتدي اشتغل في الغرزة عادي خالص هشتغل غرزة الحشو بتاعتي عادي خالص ومش هكملها للاخر وحسيب اخر حلقتين زي بالزبط لما كنت بعمل لما بغير اللون شوفنا فيه الدروس اللي قبل كده ازاي طريق التغيير اللون كنا برضو بنشتغل الغرزة اه لغاية نصها وما نكملهاش للاخر فبرضو هنا عندي اشتغلت بس نص الغرزة وسبت الحلقتين وما كملتهاش للاخر بعد كده هدخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط وبرضو اطلع من الغرزة وما كملهاش للاخر هيبقى عندي بالشكل ده كده تلات حلقات على الابرة هبتجي اسحب الخيط واطلع من التلات حلقات كلهم مع بعض كده انا عملت او عملت تناقص لغرزتين حشو وخلتهم بقوا غرزة واحدة هنشوف في الغرزتين اللي بعدهم هنعمل فيهم تناقص برضو بنفس الطريقة هندخل في الغرزة اوكي وهنسحب الخيط ومش هنكمل غرزة الحشو للاخر وبعدين هندخل في الغرزة اللي بعدها وهنسحب الخيط ومش هنكمل برضو الغرزة للاخر فهيبقى عندي تلات حلقات على الابرة هلف الخيط وهطلع من التلات حلقات كده انا اختصرت الغرزتين او عملت فيهم تناقص وخلتهم بقوا غرزة واحدة هاجي اعمل تناقص في الغرزتين اللي بعدهم هدخل في الغرزة واشتغلها عادي خالص بس مش هكملها للاخر هيبقى عندي حلقتين هدخل في الغرزة اللي بعدها وهاشتغلها برضو ومش هكملها للاخر فكده هيبقى عندي تلات حلقات على الابرة هلف الخيط وهطلع من التلات حلقات بالشكل ده كده اوكي برضو اخر غرزتين عندي هعمل فيهم تناقص هدخل في الغرزة وهاسحب الخيط وهطلع ومش هكمل غرزة الحشو للاخر وبعدين هدخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط وماكملش الغرزة للاخر هلاقي بقى في عندي تلات حلقات على الابرة هلف الخيط وهطلع من التلات حلقات بالشكل ده كده كده شايفين القطعة بدأت ان هي تتضم معايا وحجمها آآ يصغر فانا كنت فانا كنت عاملة تمن غرز حشو المفروض بلات ان هما بقم اربعة نتيجة لان انا اشتغلت الغرزتين خلتهم بقم غرزة واحدة فابتدي عد واحد اتنين تلاتة اربعة ممكن كمان اكمل تناقص لغاية فوق عشان نشوف الشكل اوضح هعمل تناقص في السطر اللي بعديه برضو هدخل في الغرزة واشتغلها وماكملهاش للاخر وادخل في اللي بعدها واشتغل غرزة وماكملهاش للاخر وبعدين التلات حلقات اللي عندي على الابرة هسحب الخيط واطلع من التلات حلقات الغرزتين اللي بعدهم هشتغل غرزة واشتغل اللي بعدها هيبقى عندي تلات حلقات. هسحب الخيط واطلع من التلات حلقات. شايفين? القطعة بدأت ان هي تنقص معي وحجمها بيقل كل ما برتفع ومعمل التناقص بتبدأ الغرس تقل معي والقطعة بتصغر في الحجم بتاعها. ده بالنسبة لطريقة التناقص العادي. هنبتدي نشوف دلوقتي التناقص الخفي او وهو الفرق ما بينه ما بين التناقص العادي ان هو بيديني برضو اه تناقص للغرز بس بيبقى اه انا عم شوية فيه الشكل خاصة لو بشتغل في دواير او حاجات زي كده اه لو استعملت التناقص العادي بيبقى باين في القطعة اللي انا بشتغلها اه بيبقى باين فيه زي بروزات كده صغيره نتيجة للتناقص العادي اللي انا اه نقصت به الغرز. بيفضل في اه في بعض قطع الكروشي ان احنا نستخدم التناقص اه الخفي. ولانه هو بيديني تناقص بشكل انعم وبتفضل قطعة الكروشي اه مستوية وما بيبانش فيها اي بروزات نتيجة التناقص. فهنشوف التناقص الخفي اه نبتدي بس نركز مع بعض شوية. هو سهل جدا ونفوش اي حاجة ولا اول ما تتعلميه هتلاقي ان انت بتستخدميه على طول اه اكتر من التناقص العادي. الفكرة ان انا زي ما اه شرحنا قبل كده لما خدنا السلسلة. قلنا ان انا فيه دايما عندي فيه غرز الكروشي. اي اي غرز كروشي دايما بيبقى فيه الطب بتاعها في حرف الفي اللي احنا شايفينه ده. اوكي. حرف الفي ده. قلنا ان فيه وفيه اللي هي بتبقى دايما الحرف الفي الضلع الخلفي. والفرانت اللي هي بتبقى مواجهة الوشي وانا بشتغل. فزي ما قلنا قبل كده دي الباك ودي الفرانت. الباك والفرانت. فلي بيحصل ان انا بدخل بالابرة بتاعتي في الفرانت لوب. بالشكل ده كده. وبقلب الابرة بتاعتي عشان تسهل علي ان انا اعرف ادخل اه في الفرانت لوب. اوكي. وبعدين في الغرزة اللي بعدها اللي انا هعمل فيها تناقص. برضو بدخل فيها بالابرة بالشكل ده كده. اوكي. فبقى عندي الحلقة اللي على الابرة. وبقى عندي الغرزتين اللي انا دخلت فيهم اه بالابرة بتاعتي. بابتدي اصحب الخيط. واطلع من الحلقتين او الحلقتين على الابرة. اوكي. هيبقى عندي حلقتين. هلف الخيط وهطلع من الحلقتين اللي بعدهم. تمام? كده انا عملت تناقص في آآ غرزتين الكروشي هبتجي اشوف آآ ازاي هعمل تناقص الخافي في الغرزتين اللي بعدهم. هبتجي ادخل في الغرزة في الفرانت لوب. وبعدين في الغرزة اللي بعدها برضو هدخل في الفرانت لوب او الضلع الامامي للغرزة. اوكي? وبعدين هسحب الخيط واطلع من الحلقتين اللي انا دخلت فيهم بالابرة. اوكي? هيبقى عندي حلقتين على الابرة. هسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي فضلين على الابرة. تمام? تاني هعمل تناقص في الغرزتين اللي بعدهم. هدخل بالابرة شايفين في الفرانت لوب. اوكي? وادخل في في الغرزة اللي بعدها. اوكي? هيبقى عندي الحلقتين بتوع الفرانت لوب اللي انا دخلت في يوم بتوع الغرزتين. والعقدة العادية اللي على الابرة. هسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي قدام بس. وبعدين هسحب الخيط واطلع من الحلقتين اللي فضلين على الابرة. تمام? هاجف اخر غرزتين واعمل تناقص خفي. هدخل بالابرة. في الفرانت لوب. وادخل في الفرانت لوب بتاع الغرزة اللي بعدها. اوكي? واسحب الخيط واطلع من الحلقتين اللي قدام. اوكي? وبعدين اسحب الخيط واطلع من الحلقتين اللي بعدهم. كده انا عملت تناقص خفي لقطعة الكروشين. هنقل على السطر اللي بعده. ونشوفها برضو مع بعض تاني عشان تبقى اوضح. قلنا هندخل في الفرانت لوب بتاع اول غرزة. وبعدين ندخل في الفرانت لوب بتاع الغرزة اللي وراها على طول او اللي بعدها. وهسحب الخيط وهطلع من الحلقتين دول. هيبقى عندي حلقتين على الابرة. هسحب الخيط وهطلع من اخر حلقتين على الابرة. عندي اخر غرزتين. هدخل في الفرانت لوب. وهدخل في الفرانت لوب بتاعة الغرزة اللي بعدها. اوكي? وبعدين هسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي على الابرة هيب عندي حلقتين هسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي بعدهم كده انا عملت تناقص في السطر اللي بعده بطريقة التناقص الخفي بكده نكون اتعلمنا طريقة التزايد في غرزة الحشو وطريقة التناقص ترجمة نانسي قنقر